أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج الميلاد الجديد هذه ولادة حقيقية لكم لك أختي لك أخي في هذا البرنامج الذي سيعيد نقلة حياتية في حياتكم ونقطة تحول حقيقية في حياتكم أنا مؤمن أن الإنسان له ميلادان الميلاد الأول يشترك فيه كل الكائنات البشرية لكن الميلاد الحقيقي هو أن تحدد التارجت بتاعك أو الهدف الحقيقي الذي ستعيش لأجله الميلاد الحقيقي أن تعرف دورك الحقيقي في الحياة الذي لا ينافسك ولا يجاريك ولا يقوم به أحد سواك الميلاد الجديد نحن في هذه الحلقات نبشركم بأنكم سترون وستعرفون وستدربون على أشياء لم تعرفوها قط لأنها صنعت خصيصا لأجلكم لأن الميلاد الجديد هو كتيب التشغيل والاستخدام الخاص بكم مرحبا بكم في الحلقة الأولى والتي نمح فيها أمية التنمية البشرية هدفنا أن نمح أمية التنمية البشرية لا نريد أحدا أن يكون لديه جهل في هذا العلم الكبير لو سألنا أي إنسان ما رؤيتك في الحياة؟ ما رسالتك في الحياة؟ ما هي هواياتك الحقيقية؟ ما هو دورك الحقيقي الذي لن يقوم به أحد سواك؟ ما هو الشيء الذي إن قمت به أنت لن يقوم به أحد سواك؟ ما المهارات التي لديك ولا يملكها الآخرون؟ ما الذي لديك ويحتاجه منك الآخرون؟ ما الذي معك وينفع الآخرون ويمثل قيمة إضافية للآخرين؟ للأسف كثير من الناس لا يعرف الأوبشنز والخيارات الحقيقية في حياته لأنه للأسف أتى الدنيا بخدعة كبيرة وهي أنه لا يملك كتيب التشغيل دليل المستخدم لذلك نحن في الميلاد الجديد سنقدم لك كتيب التشغيل وطريقة الاستخدام الحقيقي لقدراتك الذهنية والجسمية والروحية والعقلية التي لم تجارها أحد مرحبا بكم في الميلاد الجديد الذي أؤمن يقينا أنه سيمثل نقطة تحول في حياتك في حياتك أخي في حياتك أختي لماذا نحن نهتم في العصر الحاضر بالتنمية الذاتية أو التطوير الذاتي أو التنمية البشرية؟ هل هي يا ترى ترف؟ هل هي مجرد فقط موضة كذرة ذكرها؟ أم أنها حاجة مليحة في حياة الإنسان؟ لو سألنا أي إنسان عندما اشتريت أول موبايل في حياتك أول موبايل اشتريته في حياتك لما ذهبت اشتريه أول شيء اطلعت على الأوبشنز على كتالوج الموبايل اطلعت على القيارات التي لديك كم الكاميرا ميجابيكسل؟ كم الذاكرة؟ كم هو الريزوليشن بتاع الجوال؟ كم؟ وبدأت من خلال قراءتك لهذه الأوبشنز الخاص بالجوال اشتريت الجوال وبناء عليه أنت اقتنعت بما لديك من جهاز جوال أو موبايل السؤال الحقيقي الآن الكبير لك هل أنت تعرف ما هي الأوبشنز وما هي الخيارات وما هي الصفات وما هي السمات التي ميزتك عن غيرك؟ هل تعرف ما هي الصفات القوية التي تجعل من حياتك متحولة وتجعل حياتك فيها الشغف والإثارة والتمكين؟ للأسف كثير من الناس لا يعرفون أنفسهم الحقيقة التي اكتشفناها عبر مراحل طويلة في التدريب أكثر من 14 سنة ونحن أمام الناس وأمام الآخرين والأخريات اكتشفنا أن كثير من الناس لا يعرفون ذواتهم لا يعرفون الخيارات التي لديهم لا يعرفون نقاط القوة لديهم لذلك جئنا في هذا البرنامج حتى نقدم لكم محو أمية التنمية البشرية نحن بالفعل حقيقون وجديرون كلنا كعرب وكمسلمين وكأي ديانة أخرى أن نمحو أمية التنمية البشرية من العالم كله وخاصة العالم العربي لأننا حقيقون وجديرون بأن نعيش كما عاشى العالم المتحضر العالم المتقدم إذن سعيا لمحو أمية التنمية البشرية وإزالتها أنا أتمنى وأرجو من أن أي إنسان في مصر أو غير مصر أنه بعد فترة لما نسأله هل تعرف ما هي التنمية البشرية يجيبك مباشرة ويقول لك نعم أعرفها هل تملك رسالة في الحياة يقول لك نعم أملك رسالتي في الحياة وهي واحد اثنين ثلاثة هل تملك رؤية حياتية لمستقبلك خطتك يقول نعم أنا أملك رؤية حياتية هل تملك أهداف استراتيجية طويلة المدى متوسطة المدى قصيرة المدى يقول نعم إذا وصلنا إلى هذه المرحلة بإذن الله نكون في هذا البرنامج الميلاد الجديد استطعنا أن نمحو أمية التنمية البشرية إذن سعيا لمحو أمية التنمية البشرية ولإيجاد الناس الفاعلين في الحياة العظم الحقيقية في الحياة أن تكون فاعلا وأن تكون صاحب دور حقيقي قبل رحيلك لأن الحقيقة التي تعرفها أنت وتعرفينها أنت وتعرفها أنا أننا لسنا ماكثون هنا إنما سنمكث لفترة بسيطة ثم سنرحل ولكن ما سيبقى هو البصمة الحقيقية الحياتية في حياتنا كنت قبل قليل أحدث أحد الأخوة أن المفكر العربي جبران خليل جبران قال الناس رجلان رجل نائم في النور إحنا أمة لدينا رصيد روحي كبير ومع ذلك نائمون والحضارات الأخرى الغربية والشرقية مستيقظون ورجل مستيقظ في الظلام فالأمة التي تعيش أصلا بدون رصيد روحي مستيقظة ونحن الأمة التي نملك رصيد روحي ونملك رصيد رباني للأسف نائمة فجئنا حتى نوقذ الأمة من هذا السبات ونقول لهم فوكس power of focus ركز ما تركز عليه تحصل عليه تريد النجاح ركز على النجاح تريد التفوق ركز على التفوق تريد أن تكون رجل أعمال تريد أن تكون سيدة أعمال تريد أن تكون إعلاميا تريد أن تكون طبيبا مهندسا عالما مخترعا فوكس ما تركز عليه تحصل عليه فوكس power of focus لكن لن يأتي هذا التركيز وأنت أصلا لا تملك خارط الطريق نحن هنا نقدم لك كما سيظهر لكم في الشريحة الأخرى كتيب التشغيل أو كتيب الاستخدام أو دليل المستخدم كتيب التشغيل لما تشتري أي جهاز جديد تشتري ثلاجة تشتري تلفاز جديد تشتري شاشة LCD كاميرا فإنه يأتي معها مصاحب دفتر صغير اسمه كتيب التشغيل أو كما في الشريحة الأخرى دليل المستخدم دليل المستخدم أنا كإنسان أنا كإنسان ما هو الدليل الذي يعطيني خيارات استنباط واستشعار واستثمار واستخدام كل مقدراتي الذهنية والعقلية والحياتية نحن هنا بإذن الله سنعطيك دليل المستخدم كتيب التشغيل الخاص بك صدقوني من فاته هذا الشيء من فاته هذه التنمية من فاته هذه الحلقات من فاته هذه البرامج من فاتته هذه الكرصات فإنه يعيش في أموية حقيقية ولذلك سمحنا سمحنا أننا لأنفسنا أننا نقول حان الوقت أن نمحو أمية التنمي البشرية هنرجع مرة ثانية ولكن بعد فاصل قصير من أنت؟ هل تعرف نفسك؟ ماذا تريد في حياتك؟ كيف تخطط لحياتك؟ وكيف تصل لأهدافك؟ كل هذا سنعرفه مع الدكتور عبدالقادر دهنان استشار التنمية البشرية والتحليل الشخصي والتطوير المؤسسي في برنامج الميلاد الجديد هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية للتواصل فوكس باور أوف فوكس ما تركز عليه؟ تحصل عليه أهلا وسهلا بكم مرة أخرى وقلنا أننا في هذه الحلقات الطويلة إن شاء الله التي ستستمر معكم لمدة ثلاثة أشهر سنتكلم عن كتيبة تشغيل الخاص بك نحن جئنا هنا في هذه القناة المباركة جئنا خصيصا كي نقدم لك وجبة شهية كي نحدثك عن ذاتك عن حياتك عن سعادتك عن خطتك عن أهدافك عن ثغراتك عن نقاط قوتك عن كل شيء يخصك نحن جئنا مخصوص كي نقدم لك خارطة طريق وكتيبة التشغيل وكتيبة الاستخدام كي تنهض في حياتك لكن خلوني الآن كما سيظهر في الشريحة القادمة أقول لكم لماذا أيضا اهتمينا بالتنمية البشرية أكثر في قانون جدا مشهور اسمه قانون الجرس طالما حدثت الآخرين عليه قانون الجرس باختصار شديد كما سيظهر في الشريحة هو عبارة أن هناك نسب مؤوية في الحياة كم حد عظيم في حياتك أختي كم حد عظيم في حياتك أخي كم تعرف من العظماء قليلون جدا يعدون على الأصابع قانون العولمة لما ظهر قال التالي كما سيظهر معكم من يعلم يستبعد ويستعبد من لا يعلم خلونا نشوفها مرة تانية على الشريحة قانون العولمة يقول من يعلم يستبعد ويستعبد من لا يعلم بمعنى أننا أصبحنا في قوة المعلومة في قوة المعرفة الآن لم يعد عصر قوة السلاح ولا عصر قوة الملك ولا عصر قوة الدكتاتورية ولا عصر قوة القنبلة النووية ولا شيء الآن أصبح قوة المعرفة قوة المعلومة الآن المعلومة هي سلاح المعلومة هي فكر المعلومة هي حضارة المعلومة هي صعود إلى المريخ معك معلومة أنت تساول كثير ما عندك معلومة أنت منسي أنت منسوف فقانون العولمة يثبت أن من يملك المعرفة اليوم هو يملك كل وسائل وكل مقومات وكل معطيات التغيير كلما زادت معرفتك كلما زاد ثمنك في الحياة كلما تكالبت عليك الكل كلما طلبك الكل كلما تكالبت عليك الوظائف أنت أصبحت مرغوب فيك وكما أقول الناس الآخرين ليس هناك مستقبل في أي وظيفة المستقبل في الشخص الذي سيشغل الوظيفة أنت المستقبل بحد ذاتك أنت المشروع الحقيقي فكلما عرفت كلما علمت كلما تعمقت كلما تفكرت كلما أصبحت بحد ذاتك براند أو ماركة أو أصبحت أنت مشروع الناس يتهافت عليه أو يتكالبون عليه لذلك مرة أخرى قانون العولمة يقول من يعلم قوة المعلومة قوة المعرفة يستبعد ويستعبد من لا يعلم لذلك دعوني أثبت لكم في قانون كما سيظهر معكم في السلايدات قانون الجرس باختصار شديد معنا في الوسط كما سيظهر معكم 96% ومعنا في اليمين 2% ومعنا في اليسار 2% إذن أنا معي في الوسط 96% ومعي في اليمين 2% ومعي في اليسار 2% أثبتت كل الدراسات أن 2% كما هو ظاهر معكم في السلايدات وأرجو أن تبقى السلايدات 2% فقط من الناس هم الأذكياء بالفطرة هم العظماء بالفطرة هم الملهمون بالفطرة هم المحفزون بالفطرة هم الشجعان بالفطرة هم الكرماء بالفطرة هم الحليمون بالفطرة هم الحلماء بالفطرة دول 2% في العالم بأكمله 2% في المقابل في الطرف الآخر هم البخلاء بالفطرة الضعفاء بالفطرة الفقراء بالفطرة الذين ربما يكون عندهم خمول فكري بالفطرة الذين لا يلهمون الآخرين بالفطرة المكتئبون في الفطرة 96 من البشرية إخواني أخواتي هم الغالبية من الناس هم واقفون في الوسط فإن تعلموا وتدربوا ومارسوا ونشروا ما تعلموا عليه وتدربوا عليه فإنهم ينتقلون إلى الـ 2% الملهمون بالفطرة العظماء بالفطرة القادة بالفطرة المحفزون بالفطرة الشجعاء بالفطرة القرماء بالفطرة وللأسف إن دخلوا في دائرة الأمان دخلوا في مربع أو دائرة الأمان حبوا أن يكونوا آمنين في حياتهم مجرد يعيشون بالمصطلح المصري المعروف الذي ربما يتداوله الآخرون يعمل دماغ أو اشتري دماغك أو يمشي قن بالحيط والكلمات الغريبة دي إن اختاروا دائرة الأمان وهي الحياة البسيطة التي لا يكون فيها هم ولا يكون فيها أهم عظيم في حياتك أو طموح أو تارجيت أو هدف فإن هؤلاء أشخاص يدخلون من دائرة الأمان يدخلون إلى ما يسمى أنا آسف أقول التبعية الحضارية فيصبح عندهم تبعية حضارية وخمول فكري ويصبح عندهم تسلط العادات تبدأ تقذي عليهم العادات فطول اليوم في الأهوة وطول اليوم منتدخين وطول اليوم مهوس بالكرة وطول اليوم مهوس بضياع الوقت والفراغ لأنه لم يعد لديه هم لا يوجد شيء يحفزه للحياة فلذلك 2% هنا و2% هنا و96% إما أن ينتقلون إلى هنا أو ينتقلون إلى هنا الخيار في يدك أخي الخيار في يدك أختي إما أن تنتقل إلى العظماء الملهمون القادة المحفزون الذين يثرون هذه الحياة ويقدمون لها قيمة مضافة ويكون زيادة حقيقية لها وفيها أو أنهم يكونوا من الذين خاملية الفكرة أو كما قال الله تعالى رضوا أن يكونوا مع الخوالف ناس لا يؤبه لهم التاريخ ينساهم التاريخ يجمعا اذهبوا إلى أقرب ترب إلى أقرب مقبرة وتأملوا تلك القبور الكثيرة آلاف القبور أمامكم أسماء مغمورة ليس لهم اسم ولا طعم ولا لون ولا رائحة ما أحد يعرفهم هؤلاء يا إخواتي هؤلاء يا إخواتي ليس لهم ذكر لأنه ليس لهم بصمة في الحياة لذلك أتوا وماتوا دون أن يشعروا بهم العالم ونعنا دائما أقول للناس وراء كل عظيم وراء كل إنسان وراء كل إنسان قصة يجب أن تروى كيف نروي قصة العظمة لديك هذا ما سنأخذه إن شاء الله في الحلقة القادمة مع برنامج الميلاد الجديد شكرا لمتابعتك شكرا لمتابعتك وإلى اللقاء